معايا في المداخلة سابقة وانت من المتحمسين بقوة وبشدة لزيادة ثمن تسكرة المترو. لماذا? بص انا سيبتهم كله يتكلم رحتوا عشان اخد وقتي. اه. من غير مقطعة كالعادة. من غير مودرة. كالعادة مع نفس وقت. انا لسا ما اتكلم. عشان اود وجهة. اه. احنا بنتكلم عن اقتصاديات. يعني عشان بس احنا بنتكلم عن اقتصاديات تشغيل متر النفاق. احنا مش بنخترع نقول بقى واحد بقول خمسة واحد بقول تسعة واحد بقول تلاتة. التيكت الكتروني. الناس اللي بتقطع على الكمبيوتر معروفة العدد ومعروف الدخل والخارج. ما هواش مسلا يعني المتسربين خلاص متسربين. يعني احنا. ليه ما اوقف المتسربين? ايه ده موضوع تاني موضوع خاص بالتشغيل. انا بتكلم على الفلوس اللي بتدخل فعلا مترو الانفاق. الفلوس اللي بتدخل مترو الانفاق دي محفوظة بالتيكت. يعني ما فيش حاجة اسمها الناس بتركب وبتدفع فلوس حد يبخد على جنب. يعني العدد بتاع التساكر محطوط في جنيه بقى دي كده خلاص. ما هواش يعني رقم سعب ان احنا نجيبه ولا رقم نوعه مش معروف. لكن احنا عايزين بس في الاول بس اقول للناس. ان احنا متفكر في نظرة اقتصادية. انا عارف ان فيه فساد في كل قطاعات البلد. مش فترة انفاق بس. عارفين ان فيه فساد اداري اكتر من الفساد المالي بكتير. اللي عنده عضية وعنده شكوى وعنده مستندات. يا ريت الدهنة. لكن انا بتكلم دلوقتي في حالة احنا فيها. احنا نواب دولة ومش نواب حكومة. نواب دولة يعني شعب كامل في المجتمعات بتاعته كامل. نقابات ومجلس وزراء ورئاسة وبرلمان. الدولة غير الحكومة. الدولة يعني دولة. احنا احيانا يشعر المواطن انك كل ما بتوافق على كل ما تقوم به الحكومة انك بتتحول لناي الحكومة. لا لا احنا مش نواب حكومة واحنا اكتر ناس بنقى في الحكومة. وده اللي احنا عايزين بنأكده. بنأكده ان احنا مرفق زي متر الانفاق. ده بتاع الشعب المصري اصلا. مش بتاع الحكومة. الحكومة دي هتمشي وتروحوا جي غيرها. الاربعة وثلاثين وزارة دول مش هما لمشكلة في البلد. الاربعة وثلاثين وزارة دول في مرفق زي مرفق المتر. خلال وقت المواطن استيقظ لقى نفسه حيدفع جنيه زيادة. طيب. لو عنده خمس آآ آآ افراد حيبقى فيه خمسة جنيه رايح جاي عشرة جنيه. ده كلام برضو. تلتمية جنيه في الشهر. ده كلام مش مظبوط قوي. اولا اللي بيستفد. ما انا يعني وجهة نظري مختلفة عنكو صح? سبنا اقولها. يعني اولا المترو نفسه محتوط في القاهرة الكبرى. اللي محتوط في في دارة القاهرة الكبرى. محتوط القاهرة الجيزة الالوائية. ازا سبعة عشرين المحافظة في مصر هم تلت محافظات بس اللي بيستفيدوا منه. تلاتة مليون لخمسة مليون اللي بيستفيدوا منه يوميا. ازا كانوا هما هما نفس الخمسة مليون رايح بتتكلم عليهم. وده مش حقيقي. ما معنى كده ان نفس التلاتة مليون او نفس الخمسة مليون هما اللي بيستفيدوا منهم. فيبقى هو بيدفع تلتمية ربعمية جنيه زيادة. اللي حارك بتقول عليهم. يبقى ازا تسعين في المئة من الشعب الفصري لا يستفيد من متر ازا كان فيه خسارة مية خمسة وستين مليون ده اللي انا بتكلم عنه بالارقام. ولا اسأل عن التشغيل وسوق والفساد وفساد الادارة. دي ما الخسارة دي هتلاقي فيها داخل فيها فساد واخل فيها بوابات اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية متعطلة. وفي تسريب. اه. وداخل في اه عوامل تاني سوق ادارة. انا بتكلم دلوقتي على مرفق اللي في مشكلة في الميزانية بتاعت الدولة جايبينا فيه خسارة. وعليهم متين وستين مليون جنيه في الكهرباء. وعليهم اربعين مليون من حزبه. مجلس المواطن. لأ المواطن في كل الاحوال هو من يدفع السمن. يعني الحراك حتى لو ما ده ازودناش مين جنيه. ولو خلانا ببلاش. مع العزيم برضو نقول للناس كليه. طب لو اديته الحد يديره كويس. ويعمل اعلانات تكسب. ما احنا عميق اقتصاديات. اقتصاد تشغيل مترو. المترو في كل دول العالم يحقق ارباحا طائلة. مش بعشرة سنتي يا سنوال. مش بعشرة سنتي. بابا بابا. اقتصاديات اقتصاديات تشغيل مترو فانا حافظه عاملنا بيها. بس احنا بنتكلم. خانيا بس نتكلم في النقطة. بكرنيهات تتمشى مع اقل. الطلبة ليهم الكرنيهات. والموظفين ليهم الكرنيهات. خانيا بس نكمل في لوب بالموضوع. عشان بس ما ما نخشش. نحن نتحدث عن حالة قائمة الان. لنا نتحدث عن سوق ادارة في كل قطاعات البلد. عندنا اربعة وتلاتين وزير. شغالين نص ونص. عندنا سبعة مليون موظف. انهم تسعين في المية. شه هما اللي بيعملوا بالفساد. دول مواطنين من الشعب المصري. احنا وارسين هزا القرس ناو. الان. ولكن انا مش هستنى على مرفق زي راقة القواملة انفاق او مترو انفاق. ان يبوز زي سكة الحديد. انا مش هستنى على كده. حاجة تانية في الاساسي المواطن هو اللي بيدفع التمن. اقع تفتكر لو خلينا مترو انفاق بابلاش دلوقتي. وان المترو ده بيشتغل مجانا. واتاخد من منزانية الدولة اللي هي مترهلة وبايزة وفيها. وبيستدينوا عشان يكملوا بتاع الدولة. ما هو المواطن هو اللي بيدفع القروض دي. والمواطن هو اللي بيدفع الكلام ده. هو الحكومة بتدفع حاجة? معلش يعني هو موظفين المترو اللي شغالين في دلوقتي. ما بيقبضوش? هل في حكومة او وزير ما بتقبضش? الشعب المصري. طب حقيقة بس هتحقق ارباحا لو انت عايز تحقق. ده موضوع احنا بنتكلم في موضوع دلوقتي. لأ يعني ايش معني. حقق بص بص. احنا بنتكلم في المواطن. يعني انت بتقول المواطن كده كده هتحمل. كده كده بص. طب ما ممكن المواطن. طب ما. طب ما نخدع الشعب المصري. طب ما ممكن لو فيه ادارة ناجحة فيبقى المواطن. الادارة غير نجحة بالمرة في كل قطاعات الدولة ولازم الشعب المصري يعني. يعني ما فيش حل. لا لا لا. معلش. واخدين ارس هو في كل الاحوال حتى لو فيه نظم احنا ما غيرناش على فكرة غير القيادة ما غيرناش الادارة. احنا في مصر غيرنا قيادة. ما غيرناش الادارة. هذه القيادة برضو مسكة الادارات اللي موجودة في البلد من تلاتين سنة نفس الموظفين ونفس العقليات ونفس الاطارة ونفس الشكل. يعني انت عايز تسلم بان كل شيء بايز. لا لا كل شيء بايز مش في مترو بس. كل شيء ضاع. لا احنا بنحاول هذا القرس الصعب الجامع بتحسنه بقى. بنحسن في ايه? بنحسن في ايه? هل الشعب المصر كله يدفع المية خمسة وستين مليون? ولا الناس اللي بتركب بس? يعني مسلا المواطن في اسكندرية او المواطن في الداهلية او المواطن في اصوان. يدفع من منزانة الدولة ليه وانا اللي بركب مترو الانفاع. مش هو. يبقى مترو الانفاع ده مرفق المفروض ان احنا نهتم بيه ولازم نجيب له موارد وهو فيه تلات محاور للموارد. انا عارف ان مش رفع قيمة الخدمة هو بس الحاجة الوحيدة. ولكن هو حل لابد منه وإلا. ستستدين مترو الانفاع عشان يكمل تشغيله. ولو استدان مترو الانفاع. كان بيكسب قبل كده? كان بيكسب تلات سنين حضرتك لما كان سعر الدولار ستة جنيه خمسة جنيه ونص وصبعة جنيه. معلش? ده مديون لوحده بالكهرابة امتين واربعين مليون جنيه. نا والاسطول الجديد. والاسطول الجديد. والمكانات اللي الباصت وبتغير المية وستين مليون اللي حاجة بتكلم عليه. وهو برضه حالك فيه سنة من السنين انت بتشتريش معدات سيارة. وفيه سنة بعد خمس ست سنين بتشتري. وفيه خطع غيار جيبتها الناس اللي لهم مستندات بالفساد آآ بايزة. ما النادي. وفيه بوابات آآ. بس حالاتك ما لديه مستندات بالفساد. وما لديه ورق انا شخصيا مكتبي مفتوح ويجي ابني فاجلس النواب. وانا هتبنى هزي القضية. ودي قضية احنا مش بنتكلف في الفساد يا استاذ واي الموجود في كل ما. طب يعني ما كانش عندك وسيلة آآ. في وسيلة تانية. الا اضافة عبق جديد عن المواطن. خلي ببلاش. خلي مترو الانفاق ببلاش. هنخش هنا هنركب. لا خلي كده. بجنيزة ببلاش حضرتك. مش فارق حاجة. ده بتاع الدولة. ده بتاع الناس. هزا المترو بتاع الدولة مرفق بمرافق الدولة يمتلكها الناس. اصلي ده لو انت زودت بس انت انت يا دكتور محمود انت بنصش للحكاية بشكلها لعاه. المواطن زاد عليه كل شيء. كل اسعار السلع ارتفعت. الادوية اختفت وارتفعت. فساد خمسين سنة يا استاذ وائل. ها? اللي يتحملوا. مش مانا يتحملوا هزا الجيل. ام عزبط مين لي يتحملو? على عازد عرف. مش مانا مش الجيل اللي فات ولا الجيل اللي جاي. عشان اهلنا اللي فاتوا ما عملوش اللي احنا عملناه. ما كانش فيه صورة عملوه. ما عملش ما عملش احنا على فكرة دورنا دلوقتي ان احنا بنحارب خمسين سنة فساد. ومش على فكرة مس سنة ولا في كل اورقة الدولة. وكانوا سكتين. بيدفعوا التامن دلوقتي اه اه انا بدفع التامر حاك بدفع التامن. ده بقى البتق البتق. اما كنت اتحصن الغلابة وارفق وعمل اللي انت عايز. حصل التحصين. مين الغلابة? محصلت. مين التحصين? مين بس حالك مانا اقولك مين في المترو رفاق ولا في ايه? في كل حاجة. لا في داوة. احنا بنقول بقى لناس بنقول القيمة المضافة اللي انت وفيتوا عليها. ما القيمة المضافة دي المستفيد بها مينما التجار هما اللي بدفعوا في الأخر. معلش يعني خانا بس نقول بس ايه المترو رفاق لي كلف. طبا لازم معلش معلش خانا بس معلش خانا بس اتكلف في المترو رفاق. ايه طيب عشان بس الاستاذ اسأل الاستاذ خالد بس انت ايه بس ما كملتش بس ما فيش مشكلة. منا خليك تكمل يعني انت قلت يعني يعني.